السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية online ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب جيم للصف الثالث الاعدادي هناخد النهاردة unit 2 lessons 1 and 2 هنقرأ كل الكلمات ونتعرف عن نوت الصحيح هنقرأ نصوص reading ونصوص listening هنتعرف على اسهل طريقة نحل بها سؤال الديالوج وسؤال الparagraph اللي معظمنا بيشتكي منهم هنشرح جرامر بالتفصيل ونعلق على كل تريكات اللي ممكن تقابلنا هنحل على ده كلها سئلة ونقول السبب بتاع الحل هسيب ليكم في الوصف روابط السوشال ميديا بتاعتنا من فيسبوك واتساب تيليجرام اعملوا لها متابعة عشان يوصلكم كل جديد بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتدعى صحابكم كمان لان اذا اكبر دعم لنا عشان يستمر ويا سلام كمان لو تشجعنا بتعليق جميل في الكومنتز يبقى قطر الف شيرك نبدأ معاول حاجة اهم كلمات اقرأ كل كلمة مرتين كاستمر ديل ديسكاوينت ديسكاوينت اندستري لذر لذر كوالتي سيل شوب شوب طبعا جيب من كوسين بي اي دي عايزو لك لما تعوز تجيب الماضي من كلمة شوب بمعنى يتسوق مش محل بقى هنا يتسوق لانها تنفع فعله اسم يبقى انت هضف لها في الماضي بي كمان وتحط اي دي يبقى انت بتضعف الحرف الاخير سمارت سمارت سبيشال اوفر سبيشال اوفر ستور ستور سيرفاي سيرفاي بعد كده هوم ايكوب منت معدات منزلية كاسات بلاير كاما مرة كاسات بلاير كافي ماشين كافي ماشين فريج فريج هيدفونز هيدفونز كاتل كاتل مايكروويف مايكروويف اوفن اوفن سبيكورز سبيكورز بعد كده مفرضت اضافية فاشن فاشن ايتم ايتم لجر لجر كولوم كولوم حرف الام لما بيجي بعده حرف ان الان بتبقى صايلان تكتب ولا تنطق يبقى هنا اقولها كولوم نيكليس نيكليس اوفر اوفر تكنولوجي تكنولوجي فريش فريش ناخد بعد كده جاب ليهنا اربع كلمات في اللستة وجاب ليه ثلاث جمل عايزني اكمل الجملة بالكلمة المناسبة اقرأ الكلمات الاول بعد كده اشوف الكلمة في المكان المناسبة كلمة تلاجة كاتل غلايك هرابي ستور متجر اوفرد عرضة او يعرض نمبر اون ايل تيرن ذا اون اند ميك اصم تي قولك انا هشغل ايه واعمل بعض الشاي لنا يبهينا ايه طبعا هتيبقى كاتل نمبر تو بحافظ الطعام بتاعنا بارد وكمان طازق طبعا اكيد فريج نمبر ثري ممنوع يبهينا ايه ماما يبهينا ايه عرضت علي يبهينا ايه عرضت علي لنا تقرأ لي يعني قصة ما قبل النوم الليلة بعد كده ناخد words synonyms and antonyms المرادة في الموضوع كلمة free دي اتصفها adjective synonym او meaning اللي هو المعنى بتاعها يعني مرادفة unpaid شي غير مدفوع بمجاني وعكسوم طبعا اللي هو الانتونيم او الابزيت هتبقى paid مدفوع loudly بصوت عالي بتساوي noisily ضوضائي وعكسوم quietly بهدو lucky محظوظ بتساوي fortunate محظوظ وعكسوم unlucky غير محظوظ popular محبوب او شعبي وكتب هنا شبعي المفتو بقى شعبي وطبعا هنا بتساوي common شائع وعكسوم unpopular غير محبوب sell يبيه بتساوي trade يتاجر وعكسوم buy يشتري smart ديها طبعا adjective ديها الصفة معنى ذكي بتساوي intelligent او clever وعكسوم stupid غبي warm مدافع بتساوي hot hard معكسوم cool او cold parent prepositions حرف الجر ask for يطلب start with يبدأ بي look for يبحث عن on special offer في عرض خاص spend money on ينفك مالا على wait for ينتظر ناخد تأصرفات الافعالة غير منتظمة cost 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 التلاتة زي بعض choose chose chosen spend spent spent ناخد الشيكبونت كمان نجيب لأربع كلمات على تلاتة جمل نمبر نمبر we waited his friend inside the library احنا انتظرنا صديقه يقوله داخل المكتبة يبقى هنا we waited for انتظر من اجل نمبر two the class decided to not the afternoon planting flowers in the school garden الفصل قرر انه يقضي فترة الظاهيرة في زراعة الزهور في الحديقة بتاع المدرسة يبقى هنا spend يعني يقضي نمبر three i wanna price in the race انا accept جايزة في السباب i feel انا بشعر ايه i feel lucky انا بشعر ان انا ايه محظوظ تمام ناخد ناخد كده definitions تعريفات كلمة coffee machine طبعا عارفين انه في الانتحام بتاعنا ست جمل اختار منهم واحدة قصة عالتعريفات طب انا حفظ التعريف قلت لك قبل كده لو تقدر تحفظه ما فيش مشكلة او الافضل تفهم معناه coffee machine قال لتصنع القهوة a machine we use to make hot drinks يعني تستخدم لصنعة ايه او عمل يعني مشروب ساخن deal صفقة a good or cheap price يعني سعر جيد او سعر رخيص discount تخفيض او خص a price that is less than usual السعر اقل من المعتاد fridge سلاقة a machine we use to keep food cold and help food stay fresh يعني ايه يعني زل لك انها آلة يعني تستخدم to keep food cold يخلي الطعام بارد and help food تساعد الطعام stay fresh longer يبقى طازق فترة اطول kettle له الغلاي something that you use in the kitchen to boil water شيء بنستخدمه في المنبخ عشان نغلي بالمية microwave microwave a machine that cooks food very quickly using special waves يعني آلة بتطهي الطعام بسرعة جدا مستخدمة موجات خاصة oven فرن a machine we use to cook and heat food آلة تستخدم لطهي واستتسخين الطعام sale تخفض اوكازيون a time when a shop sells things at a cheaper price than usual الوقت اللي ايه المحل بيبيع فيه اشياء بسعر ارخص من المعتد speaker مكبر الصوت equipment that you connect to يعني معدة او جهاز بتتوصل به or is part of a phone او يكون جزء من تلفون اللي يسمع يعني radio او radio computer او computer so that you can listen to it لكي تستطيع انك ايه يعني تسمع اليها يعني special offer عرض خاص something that is a good price or free to encourage people to buy it يعني شيء ما يبقى بسعر جيد يعني او ممكن يكون مجانة عشان تشجع الناس ايه توبيع يشتروا تمام بعد كده الصوفيكس اللاحقة عندي كلمة advert اعلان طبعا advert ديات لما ضف لها i s e لها اللاحقة طبعا بنحول الاسم الى فعل يبقى يعلن assist يساعد لما ضف لها ant اللي هي فعل الى اسم assistant مساعد deliver يوصل لما ضف لها y بحول الفعل الاسم بقى differ يختلف لما ضف لها e n c e بحول فعل الاسم بقى difference اختلاف normal طبيعي او عادي لما ضف لها ly حاولنا الصفة الى ظرف بقى normally بشكل طبيعي speak يتحدث لما ضف لها er بحول الفعل الاسم تبقى speaker مكبر الصوت ناخد بقى كده language notes ملاحظات لغوية اول حاجة كلمة make لما يجي بعدها مفعول باجي بصفة او مصدر يبقى هنا معانا هيجعل لما اقول the clown made us happy او make us laugh يعني هنا المهرج يعني جعلنا خلنا يعني نضحك نبقى سعداء او نضحك المرحوظة التانية use لما يجي وراء الشيء باجي بطول مصدر يستخدم لكي ممكن use يجي وراء الشيء واجيب for بس هجيب energy او ناون برضو يستخدم من اجد مثلا we use headphones to listen او for listening to music احنا بنستخدم سماعات انشان نستمع للموسيقى اما to listen او for listening والمعنى واحد الفرق اللي بلاخبطنا بقى كل سنة بين كلمة discount كلمة offer كلمة sale كلمة deal ركز معاي كلمة discount معناها تخفيض او خصم بيكون مرتبط بالنسبة خصم او تخفيض من المبلغ الاصلي يعني ايه يبقى الوقت التخفيض يبقى خاص من المبلغ الاصلي 25% تخفيض يبقى المبلغ كان الف يبقى 750 لكن كلمة offer لمعنى عرض بيكون مرتبط بشيء اخر يعني يعني عرض بالأفيه هدية او تخفيض من المنتج الاصلي لما اقول لك مثلا ايه the special offer العرض الخاص for the smart tv is free speakers العرض الخاص لما تشتري التلفزيون يعني smart zaki بتاخد معا سماعات مجان كلمة sale occasion دي بيكون مرتبط بوقت معين يبقى السيل هنا يا جماعة وقت معين the clothes shop has a sale محل الملابس فيه طبعا عنده occasion all the clothes are cheaper than usual this week الملابس كلها ارخص عن المعتاد هذا الاسبوع كلمة deal معناها صفقة يعني بشر شيء بسعر منخفض عن سره الاصلي i bought this mobile for only 1500 pounds it was a great deal انا اشتريت موالده ب1500 جنيه تديك تعتبر بالنسبة لي صفقة جمدة يعني صفقة عظيمة حلا ستت تختبر check point number one we have a good we have a good not today you get either a speaker or a headphone or headphones when you buy this laptop ولك we have a good احنا عندنا ايه النهاردة انت تقول لك you get ممكن you get ممكن تحصل على either a speaker ممكن تحصل على speaker when you buy this laptop لما طبعا تشتري ايه تشتري اللابتوب ده يبقى هنا ايه ده بالنسبة لي يعتبر offer بذلك جاب الحاجة هدية مع حاجة تانية يبقى number two you can use a pencil انت ممكن تستخدم القلم رصاص not drawing يبقى هنا you can use a pencil جاب لأ اي نجي يبقى for drawing تمام number three my friend made me not so hard صديقي made me يعني يجعلني اضحك بقوة يبقى ايه يبقى love تمام يجي وراها بفعل مصدر او يجي وراها الصفة number four grandma bought me a new dress with a 25% جده او تيت هنا بقى يعني اشترت لي فستان جديد بنسبة 25% ايه بدأ قبل نسبة مقوية يبقى discount خاص reading and listening skills مهارة للسماع والقراء اول حاجة في listening يجيب لك listen to the radio advert ده اعلان في الراضي فبقول لك ايه الصوت هنا voice يعني الصوت اللي بيقول الكلام ده do you love music هل بتحب الموسيقى do you want the latest technology هل بتحب احدث تكنولوجيا we have the best headphones احنا عندنا افضل سماعات اذن now at audio world we are selling them in red which is our most popular color وده اللون الشائع عندنا and also in black and white وكمان بلون الابيض this week you can buy them at the special price الاسبوع ده احنا ممكن نشترها بسعر خاص of only 1500 Egyptian بحول 1500 جنيه مصري visit our shop now يعني زور المحل بتاعنا الان النص التاني reading بقى او نص listening برضو في يا جماعة بيجيب يعني معظم المحافظات بيجيب المحادسة ده او ده ده فيها لكن طبعا ده طويلة فبيختصرها شوي الافكار بتاعتها بتيجي يعني صاحب المحل والزبون بيسألوا انتعاوز ايه والاسعار وكلام ده كل فبيقول له هنا ممكن اساعدك فالكسمر قال له ايوه ايوه انا ببحث مشكلة you are lucky انت محظوظ we have lots of deals عندنا صفقات كتيرة النهاردة دمونت في هذه اللحظة for example على سبيل المثال both of these TVs have a big discount التلفزيون دول قدامة دول عليهم discount خاص كبير فالكسمر قال له great are they smart TVs قال لهم تلفزيون يعني زيولوا زاكي يعني فرد عليه قال له no sorry لا اسف neither of these is a smart TV ولا واحد فيه معتبار smart but this one over here is لكن اللي هناك دعه اعتبر smart TV and that is also on special offer وطبعا ايه يعني عرض خاص الكسمر بقول له بيفكر طبعا فبيعمل ايه بقول له that one is a bit smaller than what I want بس ده اصغر من اللي انا عاوزه اصغر حبة يعني I want quite a big one انا عايز كويت يعني الى حد ما عايز واحد كبير الى حد ما how much is a bigger one طب اكبر تلفاز عندك قد ايه فشوب السنة قال له oh yes that's a great TV قال له ايوا ده عظيم ده ايه قال له ايوا ده فيه ده فيه هنا تلفاز يعني جميل جدا وعظم جدا that's a new in the shop ده جديد في المحل this week so it doesn't have a discount بس ما عليش خاص it's a thousand باونز 8000 جنيه طبعا السعر يا جماعة لما نزلوا المنهج بتاعكم من 4-5 سنين المكان جديد يعني طبعا يضرب 8-3 ولا 4-4 دلوقتي الكسمر قال له that's a bit expensive for me بس ده غالي حب علي is that your best price هل ده أفضل سعر عندك شوب السنة قال له yes sorry but I am offering a deal today قال له ايوا لكن آسف يعني ايوا للأسف يعني لكن انا بقدم لك صفقة النهاردة you can get either a free speaker ممكن تاخد معاه يعني ياما سماعها دية or get a free films deal with that one او صفقة افلام مجانية مع ايه التي في دي اللي قال ايه smart tv يعني المجاني ده او دي مجان مع ال smart tv الكسمر يقول له oh well that's great ده شيء عظيم because I need a new speaker لانا اعود سماعة جديدة I think this one will look great in my living room اعتقد ايه السماعة دي تبقى شكلها عظيم في حجرة المعيشة I'll take it اي اي انا اخد اي السماعة دي ناخد بقى كده بقى السيلة على الكلمة هناخد تقريبا حوالي خمستاشر واربعتاشر تقريبا يبقى حوالي 29 سؤال وزي ما انتفقنا قبل كده ومتعودين معنا من السنة اللي فاتت قلنا قبل كده لما تعوز تحقق اكبر استفادة ممكنة من الفيديو بتعمل ايه بتذكر جزء اللي فات كويس جدا واقف الفيديو حلل اسئلة لوحدك بقى كده شغل الفيديو تاني عشان تعرف ايجابتك صح ولا غلط وعشان تعرف في سبب بتاع الحل طب مننا على مستوىك في التعليقات واكتب لي جبتك من 29 في اسئلة الكلمات بتاع الدرس الاول والتاني في الوحدة التانية خلي بالك تفعلك معنا بيتشجعنا عشان نسمر ويا سلام كمان لو تشجعنا بتعليق جميل في الكومنس يبقى قطر الف شيرك نبدأ مع اول حاجة نمبر اول اول ما يقول لي 25 على طول يبقى على طول ديسكاونت خاص من 25% لانه كان بقى الفيديو بقى بيه بـ 750 نمبر اول الوقت اللي المحل فيه بيبيع الاشياء بسعر ارخص من المعتاد بدل وقت معين يبقى على طول الاوكازيون يبقى سيل تمام زال الاوكازيون الاوكازيون الشيت والاوكازيون الصيفي في نات المسلم او بداتي يعني نمبر ثري لما كن متحمس احيانا بكلم بصوت عالي عكس كلمة لودلي لودلي يعني بصوت عالي يبقى اكيد بصوت هذي تمام لان كلمة يعني بغباء يعني الحزن حظه بطريقة مزعجة زي بقولهم نمبر فور اكتر شيء مفيد في المطبخ طبعا اكيد تلاجة لانا لقلت سماعات ممكن محطاش في المطبخ سمارت في مبقاش مكان المطبخ وماجازين مجلة نمبر فايم خبا باكو عملك تحت خط لاني كلمة دي غلط عشان صحي كلمة دي هدف لها ايه فاخرة طبعا هدف لها انتي يبقى المساعد او هنا بقى مش المساعد بقع في المحل ساعدني ان انا اختار سكيرت ليجيب المناسب نمبر سيكس طبعا دي احد المعدات بتوصلها بالتليفون او الكمبيوتر عشان تسمع ليها طبعا كده بنكلم على ايه سبيكر سماع تمام طبعا قتل اللي هو الغلال القهارة مش ينفع ستور مدقر فريجي تثلاجة نمبر سابن وسامن's family have a TV they can now watch films from the internet يعني هنا يقول لك ايه أسرة أسامة عندها ايه تلفزيون ايه they can now watch films from the internet ممكن تتطرق او تشاهد الأفلام من الانترنت يبقى كده تلفز ده ايه smart TV تمام نمبر 8 there is a sale this week so the job is full of not from all over the city قولك فيه اوكازيون الاسبوع ده فالمحل مليء بايه من كل المدينة من كل انحاء المدينة يبقى customers زبائن طبعا فريجي سلاجات cattle يعني غليات offers لعروض نمبر 9 kushari is a popular food in Egypt الكوشري طعام مشهور في مصر the synonym of popular is مرادة في كلمة popular popular يعني مشهور يبقى اكيد بتساوي بتساوي كلمة هتبقى هنا يطرق fortunate ناخدها من الاول لقي محظوظ common شائع free مجاني كلمة fortunate يعني محظوظ او مبارك يعني لكن هتبقى هنا ايه كلمة common تمام نمبر 10 anote is a machine that cooks food very quickly using special waves اهلا تقوم بطهي الطعام بسرعة جدا مستخدمة موجات خاصة يبقى اكيد microwave تمام فريجي ثلاجة cattle اللي هو الغلاي coffee machine اللي هي قالت ايه صنع القهوة نمبر 11 the cotton t-shirt is currently not a special offer at 150 التشيرت القطنة ده يعني is currently يعتبر يعني مؤخرا او حاليا a special offer ده يعتبر ايه خباك special offer بتاعت حرف جر on يعني ايه يعني معرض كعرض خاص يعني تمام نمبر 12 when i wear not i can hear the music really well طبعا لما بسمع ايه ادرس مع المسوكة كويس بأكيد headphones يعني كلمة speakers معناها سماعات fridges اللي هي طبعا سماعات اللي هي كبيرة يعني fridges اللي هي تلاجات microwaves اللي هو جهاز microwave نمبر 13 then what showed that 32% of people prefer online shopping ايه اللي بيباني 32% من الناس يفضلهم ال online shopping طبعا اكيد يترأوا blog مدونة يترأوا advert اعلان poster ملصق اعلاني او ملصق الحائط ولا survey طبعا survey لدراسة الإحصائي زي نقوله نمبر 14 او ران is a machine we use to cook and heat food يا قال استخدم لطهي الطعام او هنا لطهي او كلمة cook and heat food ويه وتسخين الطعام يبقى كي هتبقى oven يعني ايه فاكرينها oven يعني form تمام طبعا كاتل غلاي مش هينفع فريج تلاجة اوفر عرض نمبر 15 I wanted to sell my old car انا عايز ابيعي السيارة القادمة بتاعتي sell is opposite in the meaning او in meaning to كلمة sell ضد ايه في المعنى sell يعني يبيع يبقى buy معنى هيشتري تمام طب وكلمة trade trade يعني يتاجر ديها بتسويها wait ينتظر deal يعني يعني يتعامل او صفقة فطبعا هتبقى لطربي اللي هي كلمة buy جدوا لو هتدورنا مع read and complete the thickest with words from the following list جاب لي لستة فيها ست كلمات جاب لي فاقرأ اربع سطور فيها اربع فراغات واحد من الفراغات ديت يعتبر خاص بالgrammar انت كده هيبقى عندك كلمتين زيادة في اللستة عشان احل سؤال ده صح زي ما قلت قبل كده بقرأ الكلمات اللي قدوم يفهم معناها كويس اقرأ الفقرة بعد كده مرة واتنين وثلاثة وابدأ اشوف الكلمة في المكان المناسب ولو عندي مشكلة في اول نقطة هسيبها للآخرة تبقى سهلة كلمة deal يعني صفقة pay يدفع assistant باعي في محل loss خسارة machines آلات بيد دفع أنا كنت عاوز اشتريه اللي هو ايه اللي هو غلاي غلاي بتاع الميا فانا رحت للمحل بيباقي طبعا هنا هتبقى اللي هي الآلات اللي ايه الآلات او الاكهز القارب ايه بدي number one number two طلبت مني شوب ايه شوب assistant اللي هو باقي في المحل يعمل ايه اختار واحد جيد يعني نصحني ان انا اخد اللي هي الغلاي المصري ودت له كام يبقى لان انا وفقت يبقى هنا بدلاً اللي اجريد ماضي يبقى بيد تبقى كامل ماضي بيعطف عليه يعني يبقى هنا الفعال ده معطوف على الفعال اللي قبله دي من نزيله تعتبر ايه صفقة جيدة تمام بعدك سؤال تشوز number one ده شيء بنستخدمه في المطبخ عشان نغلي المية يتراهوا لي هنا fridge تلاجة تيفي تلفاز كاتل لو لا الغلاي ولا راديو طبعا هنا تبقى كاتل تمام number two they have a or an tv at home to watch films from the internet ما عندهم ايه تلفزون ايه يعني في المنزل عشان يشاهدوا اليه الافلام من الانترنت طبعا هيبقى عندهم ايه عندهم smart tv يبقى تلفاز يبقى لهم زكي يعني عشين تفرغوا على الانترنت يوصلوا بالانترنت يعني طبعا نفعش to buy it لما يكون شيء بسعر كويس يشجع الناس ان هم يشتروا يبدأ من يسمي ايه special offer عرض خاص تمام number four the antonym of smart is مضاد كلمة smart ليه معانها زكي هتبقى stupid غبي تمام clever man ما تنفعش happy سعيد rich غني number five my bag is the best not the leather is very soft عايزوا للنشانتة بتاعتي من افضل ايه ده الجلد بتاعها ناعم جدا اكيد الجودة بتاعته كويسة يبقى quantity لا ده ده معانها كمية يبقى quality اللي يليه الجودة لكن هيت ارتفاع color لون number six and what means a good or cheap price لما يكون سعر جيد او سعر رخيص هل بنسمي discount خاص كانو زورك صغير deal اللي بنقول لها هدي اللي هي صفقة ولا handicraft حرفة يدوية طبعا هتبقى هنا discount تمام بدل سعر كويسة والخدس يبقى كده عملي عليه ايه تخفيض او خاص ما زي يقوله number seven the price of the watch is wonderful سعر السعر رائع with free ومعه free ايه طبعا هنا يقوله free industry صناعة مجانية لا discovery اكتشاف delivery اللي هي توصيل recovery يعني شفاء طبعا تبعين ايه delivery تمام number eight everyone likes محمد صلاح the footballer كل الناس بتحب محمد صلاح اللاعب قرق القدم he is a person هو شخص ايه اكت طبعا popular ببدا شخص شخص مشهور horrible يعني فضيع وسائق جدا dangerous خطير boring يعني ممل number nine I didn't order a microwave انا لم اطلب لم اقوم بطلب المايكرويب I ordered an oven انا طلبت الفرن they sent me a wrong هم ارسلوا لي ايه لما كده ارسلوا لي a wrong item بجهاز خطأ لان كلمة charge يعني يشحن كلمة change يعني وغير او يبدل term لو الترم او الفصل الدراسي يقول عليه يعني تمام number ten March is the month when there is a on the winter clothes يقول لك هنا شهر مارس هو الشهر اللي بيبقى فيه ايه على ملابس الشتوية خلوك شهر مارس يعني بعد الشتة على طول فخر الشتة يعني يبقى كده يبقى له ايه occasion يبقى هنا sale تمام انت جاب لك الوقت كلمة sell يعني يبيع كلمة sell اللي يبسيه معناها خلية كلمة sell يبحر بعد كده هناخد الجزء الخاص بgrammar المقرنة والتفضيل ده الجزء الاولاني المقرنة بتبقى بين شئين شخصين اتنين يعني فاكرين طولر عادل اطول من رامي القراءة يعني اكثر فائدة من الكمبيوتر من المثالين دول اطلع بحاجة معينة ايه هي اول حاجة لما بقارن في الصفات بقارن بين شئين شخصين او مكانين الصفات عندها تلاقي في صفة زيادة مقطع واحد منول عليها صفة قصيرة وصفة لها اكتر من مقطع بنسميها صفة طويلة صفة زيادة مقطع واحد one syllable زي ايه high big tall old wide nice hot لكن اكتر من مقطع يبقى two or more syllables يبقى crowded amazing wonderful interesting طيب الصفات القصيرة بنعمل مقارنة بينها ازاي احفظها زي ما كنت قلقلك زمان اكتب جنب كلمة صفة ده هي قصيرة صفة قصيرة more or less صفة طويلة than كم مرة more or less صفة طويلة than يبقى بين اتنين وصفة صفة قصيرة صفة قصيرة er than لكن صفة طويلة more or less صفة طويلة than the second lesson was more interesting than the first one الدرس التانية او الحصة التانية اكثر تشويكون من الحصة الاولانية the dog is less dangerous than the lion الكلب يعني اقل خطوره من الاسد لم عوز اسأل على المقارنة بقى بسأل بكلمة which بمعنى اي او ايهما بخيارك من حكتين يعني مثلا which is واجب لك الصفة ياما في ايار ياما لوكت طويلة more or less صفة طويلة which is longer ايهما اطول the river nile or the river teens يعني الناهر النيل او الناهر الطايم اللي هو موجود في تريمان في انجلترا which is more useful ايهما اكثر فائدة the mobile or the computer ايهما اكثر فائدة اهل الموبايل ولا الكمبيوتر ناخد بقى كده صفات التفضيل ازاي استحلم صفات التفضيل في ليه في المقارنة in the world اطول نار في العالم انجليش is the least difficult subject انجليز هو اصعب او اقل المادة في الصعوب طب لما عوزها طلع من المثالين دول بقى قالك تستعظم صفات التفضيل للمقارنة بين اكثر من شيئين او شخصين يبقى اكثر من اتنين يعني في المقارنة او التفضيل في الصفات القصيرة بقول ايه the صفة قصيرة is city تمام كمان مرة the صفة قصيرة is city مثلا علي الولد في الفصل the cheetah runs is the fastest among all animals اللي cheetah الفهد الصياد بيجري يعني ايه اسرع الاسرع من كل الحيوانات يبقى بقارن بين الشيطة والايه وكل الحيوانات التانية يبقى هنا زى صفة is city لو بقارن بين اكثر من اتنين وصفة طويلة هاول ايه the most او the least زى الصفة الطويلة كمان مرة the most او the least زى الصفة الطويلة مثلا صلاح is the most popular arab footballer صلاح اكثر لاعب عربي بتاع كرة قدم مشهور of all the girls من كل البنات your sister sang the most sweetly اختك بتغني يعني احلى واحدة في الغنة زى اللي بقولون خلي بالك بقى القاعدة بعد ما قلناها لكل قاعدة شواز والسلسناءات دي في هنا خدوا الوقت الصفات تعتبر غير منتظمة لما اجدف لها او لما اجدف لها او لما اجدف لها تمام او كلمة خلي باك الصفة او الحال الاتنين دول لما اعوز اقارم بينهم بين اتنين ما اقولش gooder willer لا اقول better than لو تفضيل the best الافضل كلمة bad و badly ما اقولش bad better مش عارف اقولها حتى better غلط انما اقول ايه worse than والتفضيل the worst المتفار يعني بعيد لما اعوز اقارم اقول farther than عايز اعمل تفضيل the farthest little قليل الكمية لما اعوز اقارم اقول less than عايز اقارم تفضيل the least much او مني كثير لما اعوز اعمل مقارن اقول more than اكثر من لو اعمل تفضيل او ليه the most جيد ورنا دلوقتي مع حل الاسئلة على الجزء الخاص بجرامر هنهلي تقريبا عشرين سؤال وزي معالنا في اسئلة الكلمات اعمل برضو معاي في نفس الطريقة في اسئلة لجرامر ذكر الجرامر وقف الفيديو حلل واحدة بقعت كده شغل الفيديو عشان ترف اجابتك صحة ولا غلط وعشان ترف السابة بتاع الحل طبعا هنا دولك التفاح الاحمر يعني طعمه احلى من التفاح الاحضر يبقى هنا سويتر خلي بالك انت تعمل الوقتي هتضيف اي ار لانها صفة منتظمة الكتاب ده يعني ايه اقصر انتعم من الكتاب ده يبقى هنا دي صفة طويلة يبقى ايه يبقى مور انترستن زان تمام يبقى مور ايه مور انترستن زان زات وان تمام بعد كده نمر ثري دي اتقال صندوق اثقل صندوق انا ايه انا يعني رفعته من قبل يبقى هنا ايه يبقى هنا اقول لك على حاجة بقى تعلمها عشان لما يجريك سؤال غامل شوية زيادة لما تلاقي كلمة في الجملة اعرف ان دي تصيغل تفضيل هتجيب صفة اي اي سي تي او او صفة طويلة اللي هي التفضيل يعني تمام يبقى كلمة ايه هنا اعملك عليها مربع حوات عشان تاخد بالك لما تلاقي كلمة في جملة او في جملة وراها تصرف ثلاث كده تعرف ان الجزء ده معناه ان في هنا تفضيل نمر فور it's not good to buy clothes in shops than online خلباك هنا في كلمة ايه than يبهينا it's better than يبقى من اثنين تمام يعني يقولك ايه من الافضل انك تشتري ملابس من المحلات اكثر من online number five the red dress بستان الاحمر looks more beautiful يبدو عليه اكثر جمالا on hair than the blue one طبعا اسمها than اسمها everest is the not high mountain in the world the اعلى جبل في العالم يبقى زا صفة ايه ست تمام يبقى ايه highest تمام mountain in the world number seven the concert was most crowded than i expected فباك انا جبل صفة طول اللي اللي يبقى more crowded than اكثر ازد حام من number eight the pacific ocean اللي هو pacific ocean ده اللي هو المحيط الهدي اكبر واوسع محيط على الكوكب بتاعنا يبقى بيعمل تفضيل يبقى هنا ايه the largest تمام بعد كده number nine خلي بيسأل هنا ايه بيسأل ايهما اكثر افادة يبقى فينا تخيير او تفضيل يبقى ناسأل بكلمة برافو عليكم which تمام which is more useful ايهما اكثر افادة the mobile or the computer number ten this is the not وقفلك هنا this is the cheaper hotel i could find طبعا ذا يبقى ايه يبقى cheapest much cheaper تمام يبقى cheapest hotel number eleven spring is pleasant season of the year كلمة pleasant هنا يعني لطيف وممتع طبعا هو اقتر فصل لطيف كلمة pleasant تمام يبقى هنا the most pleasant season of the year تمام لحلق هنا في المكان الفاضي number twelve the film was terrible الفيلم كان فضيع اعتقد ان ده ايه يعني اسوأ فيلم نشوف شوف جاب لك هنا لما يجب لك يبقى على طول الصغط ايه تفضيل هتقول لك انت كده مش مركز بقى انما وارست وفينا خطأ اشاء في نسبة تكتب وارست وده غلط مفيش هنا فيها ايه number thirteen your voice is not loud than mine صوتك اعلى من صوتي طبعا صفة قصيرة يبقى louder than number fourteen he thinks chinese is difficult language in the world ويعتقد ان اللغة الصينية هي ايه اصعب لغة في العالم difficult ديها صفة خلي بلعك ايه difficult امام يبقى اصعب اللغة في العالم the most difficult number fifteen this house is not high than the television tower ان اعزو لك المنزل ده يعني اعلى من برج التلفزيون قال بلك هنا اعلى من في مقارنة وده صفة قصيرة يبقى ايه يبقى higher than number sixteen that was not exciting movie i ever seen برضو جاب لك كلمة يبقى تفضل ده ايوه يبقى the most لان صفة طويلة يبقى the most امام exciting يعني اكتر فيلم او اه هنا موفي يعني فيلم اكتر فيلم مثير انا شوف طبعا الاطلاع number seventeen bicycles are safe than motorbikes طبعا يتبقى سيفر اجابة سهلة يبقى ايها تبقى safer يعني اكثر امانا number eighteen cattles are expensive than laptops الكattles الغليات تتبقى ايه يا ترى اغلى ولا اقل من laptop لا طبعا ارخص طبعا ازاي بقى صفة طويلة طبعا صفة طولة بيجيب لها مري ليس فالمعنى هنا محتاج ليس لأ قلت مري بقى غلط less expensive امام less expensive than number nineteen ايه لها مزاق اكثر لذيذة يعني اكثر لذيذة اكثر من ايه من اللعنة كانها مبارح يبقى هنا more delicious تمام more delicious ايه than تمام number twenty smart phones are much easy to use than the old ones يبقى ايه لانها ايه يعني السمارت فون اسهل في الاستخدام من التليفرونيات القديمة التليفرونيات زكية يعني ناخد بعكية الجزء التان في بيكلمنا على حاجة اسمها either او either لتنصح neither or neither all none ناخد واحدة واحدة كده ونركز كلمة بيجي معها and او ممكن اقول both of كلا من بنستخدم كلمة كل من ديت عشان تعني هذا شيء وشيء اخر ركز بقى معاه في القادة بتاعتها لما يجيب لك بتاعتها يقول لك بيجيب ورها فعل اول and اجيب ورها فعل تاني وبقى كده فعل جمع دائما وخلي باقي عشان دي بتسأل فيها مثلا both نسمة and نادا like shopping at the market كل من نسمة ونادا بيحبوا التسوق في السوق يبيعنا like فعل مظر لانه قبل اسم جمع both the tablet and the mobile have a 20% discount كل من التابعة ومبايل فيه من 20% خاص both of كل من بيجيب وراها دامير مفحول جمع او اسم جمع زي جاي برضو هنا فعل مصدر لانه اسم جمع تمام كل من اصدقائي بيحب يلعبوا ايه كرد قدم لو جبت اسم جمع الاول اجيب بوث واجيب فعل جمع دائما برضو ازاي الولدين بتوعي اللي اتنين بيعملهم في نفس المبنى كل من من قال لك جه نظمر مفعول بيعملوا بجد ممكن اجيبها كلمة بوث بعدها اسم جمع وفعل جمع دائما من عكس المراد كل من الطلاب دول يفضلهم كراية لقصص المغامرة يعني ناخد ايذر او طعم لاستخدم كلمة او عشان تعني هذا الشيء او شيء اخر يعني واحد فقط من الاثنين فتلاقي القادة بتاعتها في ايذر او ايذر اللي تنصح اجيب فعل اول او الفعل تاني والفعل التاني بقى او الفعل بيتبع الفعل التاني فقر اللي قابله على طول يعني ركز معي ايذر علي او رامي از رادي او انا اجيبت هنا لها عشان رامي مفرد ما تنوش يصل الاتنين ما اقول لك يا ام علي يا ام رامي و از جت عشان رامي مش عشان علم هنا تاخد ايه جابت ما تقولش بقى اصلي مفرد هجيبها لا هنا جاية عشان ايه عشان كلمة بتاخد ما تاخد شهاية يعني اما او انت لازم تخلص تقرير قبل الساعة خمسة يجور هايس مفرد اجيب فعل مفرد يقول لكن ايه واحد بيكلم تاني فبيقول له تحب الجاكت الجديد يبقى سيوم الخميس ولا جمعة قال له ايوم في الاتنين يعتبر كويس بالنسبة يبقى ايضر داي ايز عشان ايضر هنا بيقورها اسم مفرد فبقى جب فعل مفرد ممكن ايضر او بيقورها اسم جمع او ضمير مفعول جمع وبرضو هجب فعل مفرد يكون جايد عشان ايضر ما تقولش بقى عشان شارتس لا ما قلنا لك واحد مش بتادي تمام لا ولا يبقى اللي فاتت بقول لك اما او لكن دي هتحطنا ان بس ابل ايضر بقيت ايضر وان ابل اور بقيت نور يبقى اما او بنجيبها طبعا دي معناها لا ولا بتستخدم عشان اقول لك يعني لتعني ليس هذا الشيء ولا شيء اخر لا احد من الاثنين فهي ابتان في الاثنين معا ولا يأتي معها نفي لانها اصلا بتدي معنا نفي نايدر بيجارها فعل اول بعد كده نور فعل تاني والفعل بيتبع الفعل التاني زي ما عملت في اللي فاتت بتاع ايضر اور مثلا نايدر نوال نور نادر لايكس انا جبتي له هنا لايكس عشان ايه عشان نادر المفرد يعني ولا نوال ولا نادر بيحبهم يغسلهم الام الولدين بتوعه ولا علي ولا الولدين بتوعه يكونوا طوال جبت له عشان اسم جمع يبقى الفعل هنا بيتبع الفعل التاني من حيث المفرد والجمع نايدر بيجارها اسم مفرد اجيب برضو فعل مفرد ملاحظين مع ايضر اول مفرد ومع نايدر نور بيجي مفرد لكن مع يعني ولا واحد في الولدين يعني احد الولدين يعرف شيء عن الحدثة يبقى اسم مفرد كيف فعل مفرد نايدر بيجارها اسم جمع اوضم المفعول جمع وكيف فعل مفرد مثلا يعني ولا واحد من العقد ديت يعتور رخيص كلهم غليين يعني وخلاباك نايدر بتساوي ايضر زائد النفي بتساوي ايضر ايضر طايم او يبقى النافي جه مع ايضر لكن ما يجيش مع نايدر تمام ناخد بقى كده كلها من بنيستخدمها طبعا كل من عشان تاني كل واحد او كل شيء بيجارها اسم جمع اوضم المفعول جمع زائد فعل جمع مثلا يبقى القادة بتاعت اسم جمع فعل جمع تمام يبقى هنا جي ايه جمع يبقى ده عمل زي ايه يبقى كده بوث بيجي معهم جمع و اوضم بيجي معها جمع لكن ايضر او و دار نور بيجي معهم مفرد لو جي وراءها كمية او اسم لا يعد في الحالة دي هجيب وراءها فعلي مفرد لان دول اصلا يعاملوا معاملة المفرد كل الطعام طازق كل الفلوس اللي في البنك سرقت في حالة السرقة نون اوف اخر واحدة لا احد من استخدم طبعا كلمة دعني لا احد من فبالتالي او اسم جمع او ضمن مفرد جمع فجيب في كل الحالات فعل مفرد جبت فعل مفرد فيه لان احد فينا يريد يبقى نون اوف بيجي معها ايه فعل مفرد حتى لو كان اللي وراءها اسم جمع تمام ناخد بعكده بقى تمارين على الجزء الخاص بالجرامر نمبر ون كل من الولدين بتوعنا يعني اتولدهم في نفس المدينة طبعا لتنين ايه جمع يبقى ايه يبقى وير بورن نمبر تو كل اطباق بتحتاج لغسيه يبقى يبقى نيت فقط تمام نمبر ثري يعني ايه عايزولك كل اختيرين بنسبالي يعطرهم كويسين بس ماش ايضر بس هتبقى ايه ايضر او تمام ايضر تمام نمبر فور يعني ولا واحد فيه احنا هنا بيجمع فعل ايه فعل مفرد بيقى وانس نمبر فايف بث of the noat film were great بطا يبرفر the second one كل من الفلمين خابك اللي اتنين بث of the films يبقى هنا اسم جمع تمام نمبر سيكس نمبر فايف نمبر فايف وانس ايضر ايضر ولا واحد في الكراسي وانس خابلك نمبر فايف يبقى هنا بيجمع فعل مفرد يبقى وانس كمفرد نمبر سيكس بث سارة or pasna are excellent excellent tennis players بسمها بث صارة ايه فاكرين and بسمها بث and كل من نمبر ايت ايضر اف the dresses look good on you طبعا ايضر اف the dresses ولا واحد في الفاساتين ديات يبقى هنا هيقوا ورها فعل مفرد براف يبقى هنا ايه يبقى looks يعني يبدو good on you يبدو جاد عليك نمبر ناين بث of my two children wants to go to bed late كل من الطفلين دول يعني يريد ان go to bed late يذهب الى النوم متأخر يبقى هنا طبعا both of the two children او اه two children ادعتوا الاسم جمع يبقى هنا want يبقى هنا فعل مصدر لان يبيقى بعد الجمع مصدر نمبر تن can can both you or liza take me to the station can يبقى هنا ايه ما ينفعش اقول both you or بدل قبل or يبقى either or تمام either you or liza نمبر 11 none of the flowers in the garden are يبقى جامع beautiful i like them يبقى اكيد كلهم مش ولاحدة فيهم يبقى all all of the flowers نمبر 12 both team played well both يعني كل من الفريقين المفرد يجورها اتنين يبقى هنا teams تمام نمبر 13 either of the dishes on the menu are delicious يعني ايه عايزو لك either of the dishes واحد من الاطباق ديت في المنو قائمة الطعام يبقى هنا واحد منهم بس يبقى ايز لانها فعلا مفرد is delicious نمبر 14 either of the questions are difficult ده قبل r يبقى نفحش اقول ايه اقول all هي بيجي معها فعل الجمع بعد اسم الجمع يجيب فعل الجمع نمبر 15 neither nor i يعني ولا علي ولا انا ولا واحد فينا يعني قبل b بي مقصود بها في المضارع في الماضي هنا بيقول last night يبقى ماضي طب ولا نا ولا علي يبقى هنا بيجيب وراها فعل مفرد نمبر وعلي بي اتس كل ياسر داي برضو بس هنا هاجيب ايه هاجيب جمع بس فين في الماضي يبقى وير عشان ياسر داي نمبر 17 طارق عادة يبقى عنده يعني كل من ايه ايه بيضة وبعض الفكرة بيتناول على الفطار يعني هاجيب جمع لك or يبقى ايه يبقى either نمبر 18 either some nor مري احنا اسمها ايه اسمها or either or neither nor يبقى هنا or 19 neither the laptop nor the microwave are in the cell يعني ولا اللابتوب ولا المايكرويف يعني بيكونوا فين in the cell زي بقولوا ايه يعني معروضين للبيع يبقى المفرد هنا كان لك كان لك is لان هنا بيجورها مفرد neither nor لان المايكرويف الاسم التاني مفرد فبقى بفعل مفرد number 20 the two shirts التشيرتين يعني اللي عندنا دول are too short يعني قصيرين جدا i won't buy يعني i will not buy لن اشتري neither of them لا هنا تبقى ايه either لاني نايزر ما تجيش معناها اللي بيتساويها اللي either مع not بتساوي نايزر زي ما قلنا فيه في اخر القاعدة وهنا بنشرح نكمل التمرين بتاعتنا على الجرامر برضو number one he showed us two houses هو ورنا ايه يعني عرض علينا يقولهم ايه منزلين but we didn't like of them بس احنا ما عجبناش ولا واحد فيهم برضو فيه هنا didn't نافي يبقى هنا either تيجي مع النافي لكن ناذر مجيش number two smartphones are popular than the old ones التلفناتزيز تعتبر ايه كلمة popular يعني مشهور اكتر يبقى هنا ايه يبقى more popular number three none the kids were excited on the trip none the kids يبقى هنا ايه طبعا هتبقى ما ينفعش اقول none كان قال لي none of the kids لكن هنا اللي تنفع معها هتبقى ايه all the kids كل الايه للاطفال number four both you leave or I will phone the police يعني ايه بقى يبقى يعني انتوا الاتنين غادروا وإلا هتصل بالبوليس يبقى ما ينفعش اقول هنا boss the boss بيتيجي مع ايه مع an يبقى هنا المفروضوا ليه either تمام either you leave اما تغادروا مديقات السنة الفاتفة الشرقية or I will phone the police اما تصب الشرطة number five I invited سيد and waleed but either of them could come انا دعيت سيد وليد لكن ولا واحد فيهم جه يبقى ايه يبقى neither of them number six she is clever student in the class طبعا هنا اشتر واحدة في الفصل يبقى ده تفضيل يبقى هنا ايه the cleverest تمام يبقى the cleverest student number seven the elephant is large land animal in the world طبعا هي بقى الفيل يعني the largest الاكبر هي كلمة large معاناها واسعة او ايه او كبير يبقى ايه هي بقى تمام largest ايه land animal حيوان ايه على واحد الارضيان هو حيوان بري number eight neither nor nor عمر ولا عدل ولا عمر خلي بالك جايب لك B اللي هي verb to B و neither nor بيجي بعدها فعلي يتبع الفعلي تاني اللي هو عمر يبقى مفرد يبقى هنا هتبقى ووز ما احنا قلنا بقى ان هنا ماضي ياسر ده تمام number nine بوث وقال الان تامر الاتنين مش ده جمح ايوه يبقى هنا ايه يبقى وير كيوراها ياسر ده يعني ماضي number ten I like neither the red shirt or اسمه ايه نور يبقى neither nor يعني ولا عاقب من التشيرت الاحمر ولا ايه ازرق number eleven الكمبيوتر اغلى من التليفون هنا طبعا مقارنة وصفة طويلة يبقى more او less صفة طويلة زين هكتبين ايه more expensive than هو كاتبعا كلمة كاتب كلمة زين هو تمام number twelve the blue dress is less expensive the red dress طبعا expensive لوحدها غلط امه الاول ايه اقول expensive لازم ان طبعا اكتب ايه active than طبعا expensive than number thirteen neither علي يبقى على طول ايه nor neither nor لا علي ولا ايه his parents الولدن بتو ارطو number fourteen this coffee is delicious than the one i had yesterday الا هو ديت تطور ايه يعني لذيذة اكتر من اللي شربتها مبارح يبقى هنا more او less لنصفة طويلة more delicious than تمام number fifteen لابتوبس are expensive than يبهن ايه يبقى more expensive than تمام number sixteen يعني هي بتغني بصورة جميلة خلي بالك بقى و لما استخدمه برضو في المقرن يعتبر زي صفة طويلة برضو يبقى وكتب ايه تمام زين يبقى كلمة زين مكتوبة تمام بص احمد نور ما ينفعش اقول بص مع نور بص بتيجي مع and فبتلقل ايه neither احمد نور بيهن ايه neither يعني او ل احمد ولا سامي كيم ايرلي جم بدري number eighteen none of they نحن نقول none of بيجو راه ضمير مفعول ما يجيش وره ضمير فاعل none of them can solve this problem number nineteen I didn't buy the jacket or the coat خلي بالك هنا حط نوت وبدأ جملة جديدة either of them were too small جاب لك وير جمع ما ينفعش ايزا رانا ايزا يجو مع الجامل فبتلها هتبقى ايه هتبقى both of them كل منهم number twenty none students pause the exam it was very easy يعني ده اللي انت حن كان سهل جدا يبقى كل الطلاب يبقى all students كل الطلاب ايه نجحهم تمام جادوا دورنا جادوا دورنا مع skills مهارة الايه التحدث ولاك ازاي بقى buying something in a shop ازاي بقى تشتري وتبيع يعني او زي تشتري شيء من محل هيجيب لك الموقف والرد عليه يعني طبعا البيع اللي في محل بقولك can I help you أو how can I help you ما انت بترد عليه طول I'm looking for ويجيب الحاجة اللي بتقول عليها مثلا a new TV قال لك ok no problem ما فيش مشكلة both of these TVs have a big discount التلفزيون دول عليهم ايه خاص يبير قال له are they smart TVs هل هم تلفزيات زكية no sorry للأسف neither of these is a smart TV ما فيش راح تفيهم زكي that one is a bit small ده صغير شوية how much is a bigger one طب الكبير شكله ايه أو تكلفته قديه قال له 8000 pounds 8000 جنيه طبع تطبيع عاملة بقى من خلال ايه هنحل سؤال ديالوج على الجزء اللي فده وزيما احنا متعودين اول حاجة باكتب علي مين زي ما ظهر لك دلوقتي خطوات تكوين السؤال فعل السفام فعل مساعد فعل فعل اس تكمل خطوة تانية بقرأ ديالوج بقرأ العنوان بتاع ديالوج الاول عشان نعرف بيكلم على ايه عمر wants to buy a t-shirt عمر عايز ايه يريد ان يشار تيشير خطوة تالتة قرأ ديالوج بالكامل من غير محلة ولا كلمة عشان نعرف اللي ايه التفاصيل خطوة الرابعة اقرأه كمان مرة وبدأ حالي سؤال والجابة السيلزمان اللي هو البيعي بيقول له ممكن اساعدك عمر هيرد عليه يقول له ايه أنا ببحث على تيشيرت جديد فطبعا سيلزمان سأله سؤال فطبعا عمر رد عليه قال له انا عايز اشتيري واحد لون ازرق انت هتسر على اللون فاكرين بتاع تمام قال له بحبي يعني وعاجبني اللون اللي لا زرق طبعا 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 فرد عليه رده معان وقال له طبعا قربه فين يبقى اكيد قال له مثلا فسلزمان قال له يعني فيه في غرفة تغريمة اللابس ديت فعمر قال له سأله سؤال يعني 150 جنيه يبقى اكيد بيسأل على السعر كم ثمن وقال له 150 جنيه هيرود عليه وقال له لا طبعا مش عاوس حاجة شكرا لك ناقوم بقى كده ده جزء خاص بكتابة طبعا طبعا جاب لك هنا افكار هتقرأها جاب لك موضوع كامل وزي ما اتفقنا قبل كده بتقرأ انت الافكار بتاعت الموضوع ده وتقرأ النص نفسه وتشوف دلوقتي افكار من عندك تزاوتها اللي قدامك ده بس خلي بالك وتراعي وانت بتكتب زي ما قلت كده اول حرفة من جملة كابتال اخرجنا في سيب مسابة من الكلمات ما تشطبش ما تغلطش عشان ده كله عليه درجات تمام موضوع كمان ازاي تكتب يعني تقييم عن شيء او مقال نقد عن شيء انت قمت بشراء عبر الانترنت يعني بتقول مميزات وعيوب الحاجات دي اللي انت شاريتها وطريقة الشراء والكلام ده كله تمام ناخد بقى كده اخر حاجة عندنا في دلوقتي اختبر نفسك اول سؤال سؤال وزي ما ظهر قدامك ده اول خطوة من حل السؤال باكتب خطوة تكون السؤال عدد استفهام فعل مساعد فعل فعل اس تكمل خطوة تانية فاكرين بعمل ايه مرابع عليكم بقرأ العنوان اللي انا بعمل لك عليه مرابع دلوقتي فريدة فريدة وهدى بيكلموا على التصدق الخطوة التالتة بقرأ دلوق بالكامل من غير محل ولا كلم طب ليه فاكرين عشان نعرف التفاصيل بتاع الحوار اللي دار بينهم بالخطوة الرابعة اقرأ دلوق كمان مرة وابدأ احل له سؤال واجابة فريدة بتقول له هدى ايه مبارح انا رحت السوق بعد كده هدى سألتها سؤال فريدة قلت لها رحت مع ماما اكيد هتقول لها انت رحت مع مين رحت مع مين هدأ قلت لها طب انت شترت ايه فريدة ردت عليها ما احنا قلنا بقى يا طرح اشترت ايه كمل كده قلت لها بعد كده طب السجادة لون هي ايه اكيد لها انا اشتريت سجاد يبقى ميزت يا جامعة اننا قرأت الدالب كله قبل ما حل اي حاجة في الجملة دي بقى انعرفت هي اشترت ايه قلت لها اللون ايه قلت لها بعد كده ده لون احمر لون جميل يبقى لازم ان هنا تقول ان هي لون السجادة احمر قلت لها لون احمر قلت لها سألتها سؤالة تحب تشوفيها يبقى كده سأل على السعر فاكرين يعني كم يبلغ لا تحب تشوفيها اصلا انا عاوز اشتري واحد انا كمان يبقى كده لها ايه يبقى هنا ايه انا احب اشوفها تمام لو بقى كده السؤال التان ريد عندكم ليه جاب لي ست كلمات في اللسة زي ما قلنا فاكرة في اربع فراغات واحد من الفراغات دي خاص بالجرامر يبقى عندك كلمتين زيادة اقرأ الكلمات اقرأ الفاكرة افهمها كويس ابدأ حل بعد ما تعرف معاني الكلمات نشوفها على طول كده سوق عبر الانترنت طبعا ايه يبقى كلمة مش اكثر خضرة بقى لا قدم قصود بيها يعني ملائم للبيئة اكثر ما فيش تلوث يعني اللي هي المحلات اللي انت بتروحها بنفسك يعني لان اللي ايه اللي هو المتجر الالكتروني زي بقوله ما بيتستخدمش كهرباء اللي هو ايه بقى اللي هو ايه زي مثلا الكهرباء اللي بيتستخدمها المتجر التقليدي it doesn't require that to drive anywhere وطبعا مش محتاج من الزبن ان هو يسؤل سيارة في اي مكان تاني بقى customer items are often delivered to several homes several homes يعني منازل عديدة at once تسلم حالا so it causes less pollution فبالتالي تسبب تلوث اقل عشان كده ايه ملائم للبيئة اكثر بعد كده تشوز اختار number one what means using computers or the internet to make something work better بيستخدم كمبيوتر او الانترنت عشان تجعل شيء يعمل بصورة افضل يبقى اكيد smart يعني حاجة زكية special خاص بيد مدفوع free مجاني number two omnia bought a cattle on a special offer omnia اشترت غلاي يعني ايه special offer يعني عرض ايه خاص this means she got a معنى كده نيه ايه got a ايه طبعا شي got a يبقى هنا عملولها زي بيقولهم اكيد طبعا discount خاص تمام present هدية gift هدية ما ينفعوش number three when we go to a we should ask for help from the assistant لما نروح فين يجب ان احنا ايه نطلق مساعدة من الايه البائع يبقى لما نروح المتجر اللي هو store محل كبير طبعا shopping discount يعني خاص survey يعني زي بيقولهم دراسة احصائية number four اسامة 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 طبعا عندها ايه عندها smart tv تمام تلفزيون زكي بدأت تشوف الافلام ايه online او عند الانترنت يعني تمام طبعا درك المزلم سيوة غبي small صغير number five the customers in the shop ask for a discount اذا باين في المحل بيطلبهم ايه discount يعني خاص customer means customer معناها ايه يعني منظف ولا باير لو بيشتري ولا صدر البايع ولا ترافلر مسافر طبعا باير لو بيشتري number six it's normal to be happy when you succeed طبيعا انك تبقى سعيد لما تنجح to get the adverb of normal add the suffix عشان اجيب الظرفة من كلمة normal هضيف لها ايه بدال الظرف يبقى يبقى هنا normally تمام number four neither of those necklaces بدال قلي neither of يبقى على طول ايه احنا قلنا neither of ييجي معها فعل مفرد حتى لو كنا الاسم اللي قبلها جمعة ايوة يبقى هنا هتبقى تمام number two we have the good headphones احنا قلنا كلمة زا ما بيجيش وراها good بيجي وراها ايه وعتولي good استباق لا اسمها best ايدي الصفة غير منتظمة number three لاتج محل famous than many other monuments in india طبعا عايز يقول لي ان هو اكثر شهرة يبقى more او ليس صفة طويلة زان يبقى more famous تمام more famous than number four neither علي nor his friends is at school now ولا علي ولا اصدقوه لما اقولك نايزر علي nor his friends يبقى هنا الفعل بيتبع الفعل التاني يبقى هنا number five طبعا هتبقى ايه يعني اسهل امتحان جاب لك يبقى تفضيل على طول اخر سؤال عندنا اكتب مئة وعشرة كلمة عن ايه اكلمنا عليه من شوية اقرأ اخذ من افقار واكتب نفس الترية اللي تلك عليها وراء الشروط اللي تلك عليها احنا جدا وصلنا لاخر حلية النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنسلتش عمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوات القناة ان شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته